قال رئيس مؤسسة الأسرة والمحتجزين هادي هيج إن ميليشي الحوثي ترفض حتى اللحظة الإدلاء بأي معلومات عن قحطان لهيك عن السماح لأهله بزيارته وما يزال الخلاف قائما حول الزيارة حيث تتنصل الجماعة عن التزاماتها بهذا الأمر وأشار هيج في حوار مع يمن شباب نت إلى أنه تم الإفراج عن المشمولين بالقرار الأممي عاد السياسي قحطان وهذا يجعل الأمم المتحدة في موقف إنساني وأخلاقي يفرض عليها الضغط الجاد على الحوثيين لإطلاق قحطان والسماح لأسرته بزيارته كأولوية وأكد هيج استمرار ميليشي الحوثي في المماطلة والتنصل ووضع المزيد من العراقيل والمغالطات وقال نحن ما زلنا حريصون على إطلاق الكل مقابل الكل ونطالب بالسماح لعائلة قحطان بزيارته في السجن كأولوية وكمطلب إنساني وأخلاقي واتهم هيج الأمم المتحدة بعدم الاهتمام الكافي بقضية قحطان ترجمة نانسي قنقر